اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم الحقيقة طبيعة هذا البرنامج بتختلف عن كل البرامج اللي قدمتها قبل كده برنامج بيحط دايرة نور على حياة الانسان وايه المؤسرات اللي كونت شخصيته وايه اللي استفادوا من دنيته دايرة نور ونقطة نظام ولحظة صدق ولحظة عذاب ايضا بيكشف المستخبي من اوجاع شايلها القلب البسيط الصغير اوجاع الامة اوجاع الناس فبحاول وححاول في كل كلمة ان شاء الله حكون صدقة معاكم وححكي لكم بمنتهى الصدق مين اللي أثر ومين اللي علم ومين اللي أكرم ومين اللي فهم مين صاحب ومين اللي تعبني وفي نفس الوقت حقول ايه اللي واجعني من هموم أمتي حعيش معاكم حديث من القلب للقلب حكلمكم من غير توضيب ومن غير عبارات براقة ومن غير كلمات مصطنعة ومن غير برضو ما نخلي الكلمة خرجة من بق الفقيه او من بق عالم النحو انا هتكلم بحب من قلب الام لكل القلوب اللي حبيتها وحبيتني وتواصلنا مع أجمل معزوفة في الدنيا معزوفة قدرية لقيتها هي خلاصة الحياة وهي أكسير الحياة حب الله وحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم البداية بنت زي كل البنات عندها أمال وطموحات تتمنى الخير الكبير لكل اللي حواليها اتعلقت بالبيت اللي تربت بيه وتعلمت من أجمل وأحلى حضنه وقلب قلبه أمه وقب كل عطاهم خير كل عطاهم عفوية وتلقائية لكن لها موروث قديم وموروث كبير وموروث عظيم موروث بيقول ولادي دول حدخل بيهم الجنة وبعد ما حدخل بيهم الجنة لازم أعدهم إعداد صحيح عشان يعيشوا زمنهم ويأثروا في غيرهم ويعلموا في دنيتهم ويتركوا في الدنيا عالمة طيبة من المدرسة دي اتعلمت اتعلمت على إيد أبويا حب الله سبحانه وتعالى وحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الغلابة والمساكين وكان دايما بيعلمنا حديث جميل قوي ابغوني في الضعفاء قول مأسور ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فكنا حسين إن أي إنسان ضعيف هو حتة مني هو جزء مني أي إنسان مقهور مسئوليتي أمام الله إن أنا أحاول أرجع له حقه وحاول أسعيده وحاول أدي لأقصى طاقة عندي عشان يبقى عشان يعرف يبتسم تاني ويرجع يعيش حياته اتعلمنا في المدرسة دي إزاي نتفوق بس دايما قمة النجاح مسطحة وليست مدببة تسعني وتسع غيري اتعلمنا نتحاب وما نتصرعش اتعلمنا لا نحقد ولا نحسد لأن ده رزق من ربنا مكفول والإمام علي كرم الله وجهه قال الرزق رزقان الرزق تطلبه ورزق يطلبك وتعلمنا إزاي الست تحب بيتها وتحب رجلها وتعيش في معنى الآيات الكريمة الحمد لله بفضل الله تعالى قدرت آخد دعوة أبويا وأم وما تحرمتش منها لإني كنت دايما في دايرة الطاعة اتعلمت زي ما هو عايز وقاريت زي ما بيحب صحيح كان ليا متطلباتي وكان ليا فكري لكن كنت باحترم أبويا رغم أني اختلفت معاه بس احترمت كل كلمة بيقولها وعشان كده ربنا أكرمني وأكرمني كتير قوي 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 بإيه؟ بالبر ببر الوالدين ببر أبويا خدت الدعوة الحلوة وفرحته وانا بحقق أمله بإني علم الناس أعظم علم العلم اللي دوني كنت حسن لأبويا بعد ما انتقل روحه بتتحكلي وبيدعي لي بدوام البركة ودوام الرضا نعم لإني فعلا استوعبت قلبا وروحا قول الحق وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا فالحمد لله ربنا كرمني بأجمل وأحلى دعوة دعوة أبويا ربنا يرحمه ودعوة أمي ربنا يبتيها العمر ويبرك فيها اتعلمت منهم حاجة غريبة قوي اتعلمت إن العمر ما يضيعش كده سدى كل يوم لازم يكون لنا فيه جديد لأن فيه حديث جميل أوي 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 قولك اعمل للدنيا على قدر مقامك فيها لو الإقامة في الدنيا في قتل عشر نجوم هتخلص وحتنتهي مش قال لنا القرآن الكريم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يبقى بيقول لنا اعمل للدنيا على قدر مقامك فيها وعمل للآخرة على قدر بقائك فيها وعمل لله على قدر حاجتك إليه وكلنا محتاجين وعمل للجنة على قدر شوقك إليها وعمل للنار على قدر خوفك منها فعشان كده كان كل يوم لازم نزود زي بالظبط اللي دخل المدرسة دخل الأول كي جيوان وبعدين بدأ يرتقي ويدخل الاتدائي وإعدادي وسنوي نفس الشيء لحد ما نتخرج يبقى كل يوم أزيد منقص نقطة نور تانية في حياتي بحكيها من قلب أم كملت مشوار البر وكان زوجي اختيار أبوي ولأنه اختار لي بإدراكه لطبيعتي فربنا سبحانه وتعالى اداني المدى التوفيق ورضا والداني من عين نفسي فكان هذا الرجل من عين نفسي وافتكرت على طول وانعيش جوه الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة خلق لكم من عين نفسك من طبيعة نفسك ودي مهمة قوي كتير من الناس بتغفلها وبتنساها وححكي لكم الكلام ده بعدين لما هتكلم عن ما يعني يؤلمني من أحداث موجعة بنشوفها النهاردة كل شوية طلاق وخلافات وحياة عقيم وحياة خسارة للإنسان يعيشها وهو بيتعذب بهذه الصورة الحقيقة لما بشوف الصور الموجعة النهاردة بحمد ربنا قوي أنه أنعم علي بأجمل رحلة وأجمل صحبة وصدق الله العظيم لما قال عن الزوج والزوجة الصاحب بالجنب وفي المقابل كنت بشعر زي ما بقول الزواج أخذ وعطى لأن الزوجية مش فقط لما بقول حق سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها ما بيقولش معها ولا عندها مع أن الأولى في السكن أن نستخدم كلمة عند للسكن الجثماني وكذا لكن ده سكن روحي إله سكن نفسي إله فهذا السكن فهذا السكن الروحي والسكن النفسي بيشيع في البيت جو رائع من المودة والرحمة ولو إحنا ولو إحنا تدبرنا برضو طبيعة أرض سيناء هو مهندس ضابط مهندس فعشان ألاقي حوار مشترك بني وبينه فروحت معهد الدراسات العربية قسم الدراسات الفلسطينية ودرسنا سوا وحتى البحث اللي كنت بشتغل معاه فيه كان عن طبيعة أرض سيناء فهل تتخيلوا بقى أن أنا ولا دراستي كلها شرعية وقانونية أغير تماما المسار وأدرس معاه عشان ألاقي لغة وحوار نقعد نتكلم فيه طول الوقت والشيء الأجمل أنه جذبته هو لدراستي وبدأ يعايش المنهج الرباني وبدأ يعايش الشريعة وسنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الناس كتير افتكرته يعني من مشايخ الأزهر الأحلى من ده كله أن أنا في كل لحظة وفي كل وقت أقولهم يا جماعة أنا إن كان أخدت ماجستير ولا دكتوراه فالكرم اللي ربنا الدهوني ده بفضل الله ثم بفضل هذا الرجل وعمري قدامه ما يعني أشعرت نفسي حتى بمجرد السعادة بأن أنا في الوقت ده طبعاً كانوا قلة جداً المتخصصين في هذا المجال أو نقول كنت التانية أو التالتة في هذا المجال فقط فما حسيتش في يوم إنه لا غيران زي ما بنشوف دلوقتي ولا زعلان وكان كل لحظة بقى أكرم فيها كأنه هو اللي بيتكرم ولو شفتوا الصورة تحسوا إنها بتتكلم ودي كانت أكبر نعمة وأكبر جايزة ربنا الدهاي وعشان كده كان يوم انتقاله أصعب يوم في حياتي في دائرة النور